في البداية طبعا خالص تعزينا لأهلنا في قطاع غزة طبعا مجزرة تانية وبتتكرر بشكل مختلف الحقيقة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر نتمنى يكون فيه تدخل للمجتمع الدولي في الفترة اللي جاية وده اللي احنا طالبنا فيه الفترة اللي فاتت الحقيقة والدولة المصرية كانت حريصة ان هي تكون دائما في قلب المشهد عشان يكون فيه تدخل عاجل لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة أكيد دكتور شفنا تطورات كبيرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وشفنا مناطق كتيرة ابتدت تتعرض للقصف زيادة كمان في قطاع غزة لو حالتك شايف رؤيتك ايه لهذا التصعيد الجديد استهداف خيام للنزحين اعتقد الوضع بيزداد سواء هو الحقيقة احنا لو هنحمل المسئولية هنا هنحمل المجتمع الدولي لأنه هناك عجز واضح من مجلس الأمن والبرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة للأسف الشديد اللي بيحصل ده هو تجاوزات غير مسبوكة رفعت صقف التجاوزات في ملف حول إنسان بشكل عام إلى صقف غير مسبوك الحقيقة النهاردة المجلس الدولي حول إنسان اللي هو بيتابع وضحه الإنسان في الدولة العضاء ال193 عشان يقدر يدين دولة بشكل أو بآخر يقول لها ان انت فيه تجاوز حول إنسان هذا غير مقبول إسرائيل وصلت إلى مدى غير طبيعي وقدت إلى إن إحنا بنتعامل مع شكل جديد لتجاوزات والإنتهاجات لم تحدث من قبل إحنا بنتكلم على إنه غزة لما بنيجي نتكلم عنها بنقول إنه بنضرب بيها المثل في التجاوزات والإنتهاجات لما نقول أكبر سجن في العالم أكبر حالة نزوح داخلي في العالم 2.5 مليون في 300 كيلو متر بيتحركوا من شمال القطاع إلى جنوب القطاع عشان الكسافة بدل ما تبقى 13 ألف نسمة في كل كيلو متر بقت 26 ألف نسمة ولم يكتفي الاحتلال عشان يوصل كمان لمنطقة المفروض أن هي محظورة والمفروض أن تبقى الاتفاقيات الدولية والعود الدولية أن هذه منطقة إلى حد كبير منزوعة السلاح ويبدأ أنه يكمل أنا من وجهة نظري أنه هذا يعتبر فلس أنا هسميها كده من الجانب الإسرائيلي دائما عندما لا يستطيعون أن هم يحققوا نجاح على الأرض ويبقى فيه نوع من أنواع الضحر المقاومة بيلجأوا بشكل كبير جدا إلى استهداف المدنين وده اللي احنا شفناه في عدد من المستشفات اتضربت من أول 7 أكتوبر فاحنا بنتكلم على حالة من الغضب كمان داخل الشارع الإسرائيلي نتنياهو بيحاول أن ينقذ مستقبله السياسي بأنه يحقق نجاح حتى لو نجاح شكلي أو ظاهري داخل قطاع غزة عشان يقدر أنه هو يعيد انتخابه مرة أخرى ولا يتمه محاكمته لأنه نهاردة نتكلم أنه داخل إسرائيل هناك فيه مظاهرات حشيدة بتطالب بمحاكمة نتنياهو نتيجة الفشل قبل كده دكتور لكن دلوقتي أعتقد هو تجاوز هذه المرحلة بمراحل يعني هناك غضب من داخل حزبه شخصيا وهناك تساؤلات وإمبارح كان فيه مقطعات من أهالي المحتجزين بالنسبة لهم وإمبارح يعني الوضع أعتقد تجاوز المرحلة بكثير الحرب بالنسبة لتناهو بقت شخصية أكتر منها يعني هو فيه النهاردة فيه مكسب سياسي يريد أن يحققه لأنه إذا خرجت الحرب بهذا أو انتهى الأمر بهذا شك إسرائيل لم تحقق أي نجاح على الأرض وسيحسب كمان هو البقاء الهدف البقاء فيه منصبه مشهد اللي حصل فيه مجزرة ومحرقة الخيام خيام للاجئين يعني احنا بتكلم على مكان من المفترض أن يكون آمنا وواضح جدا أنه مكان بيلجأ إليه والأونر هو بتأمنه المفترض بشكل أو بأخر طبعا